سئلت عن خروج المرأة من بيتها متعطرة الأصل أن هذا لا يجوز لا يجوز المرأة تضع العطر ثم تخرج من بيتها فيشمها الرجال لأنها طبيعي جداً ستمر على الرجال بعض الناس تعتذر أو النساء تعتذر بأنها تركب سيارتها أو مع زوجها ولا تمر على رجال هذا الكلام غير مقبولي أولاً خروج المرأة من بيتها قد يمون الرجل ثانياً قد لا تصل إلى مدرستها أو إلى عملها أو إلى مكان زيارتها ليس لنسى حادث اختربت السيارة تعطلت كذا يعني يأتي رجال يشمون رائحتها تلفت انتباههم لا يجوز هذا أبداً فإذا خرج المسجد لا يجوز لها وإذا كان نمسا قال ولي خرجنا تفيلات تبي التعطر إذا كانت مجلس النساء تتعطر تضع العطر أو في بيتها أما وهي خارج البيت لا تتعطر لأنها تلفت الانتباه خاصة الآن روائح والعطورات الحديثة هذه روائحها قوية جداً فتلفت الانتباه فعلى النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى في ذلك ما الفائدة من وضع العطر الحمد لله من غسلة تنظفها كذا يعني ما في رائحة كريحة حتى يقال أن حتى لا يشموا مني رائحة المرأة مشكلتها أنها تراعي إحساس الآخرين أن يشمون مني رائحة عراقة الحمد لله من أن يأتي العراق الحمد لله وينشموا عراقين ما المشكلة يعني يشمون عراقة ولا تعصين الله تبارك وتعالى فأس الله تبارك وتعالى وفيقنا جميع أن يحبوا يرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته